وبيعانوا من إيه؟ إيه مشاكله هاوه مشاكلنا كتير لا إيحن عاية لو النب مشاكلنا كتير المشاكل الأهم حاجة الإقامة السوداني بعد ما كان بيتمتع بإقامة دايمة داخل نطاق جمهورية مستقرورة أرابية بأجنبي يعني زمان كان في الرخصة بتاعتنا لما كنا بنعمل رخصة بتاعت السيارات سوداني يعتبر مصري دلوقتي أجنبي وده غلط ما بين علاقة بين مصر حتى الآن يعني أنت لو رحت المجمع أنا أتكلم عن السودان لا أتكلم عن دول العربية الثانية في العلاقة المصرية السودانية لو شفت في المجمع التعب بتاع السودانيين في إقامة في تجديد إقامة بهدلة يا مدام يسعد بهدلة بمعنى بهدلة النقيد المصري في السودان عنده حريات والأربعة التنق والعمل والسفر والعاء والتكسب يعني أي حاجة يعني المصري بيخش في السودان التأشيرة في مطارات لكن إحنا التأشيرة لازم في السفارة مصرية إبعدونا عن سياسة إحنا شعوب إحنا شعب واحد في الأصل لو بعيدنا عن السياسة السياسة هي المزمتة في الأمور الزي دي لكن لو السياسيين سابونا في حنة أنا موليد مصر تعلمت في مصر لعاية مقرصة الجامعة وشغال في مصر ومتجوز وعيالي في مصر وتربيه في مصر إيه المانع ولا أي فهم المانع إيه ولا واحد قال لي فيهم من أيام أنت قاعد ليه شو بلدك فالقيود اللي هي أثرت في نظام الإقامة والعمل اللي إلا برخصة وكلام ده زنأت عن السواليين في مصر بذلك ترجمة نانسي قنقر